مشاهدين نتيب حضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع ليند عبدالاطيفة فضاليا ليند شكرا هدير التسعب توقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 1800 متعاف من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفارس إلى 341.059 حالة وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1533 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفارس ومتحوراته بالإضافة إلى وفاة 29 حالة جديدة ترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم اجتماعا طارئا للقيادات الأمنية والعسكرية لبحث الهجوم الإرهابي الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة ديالا وأكد القادم خلال الاجتماع ضرورة عدم تكرار موصفها بالخرقات الأمنية ووجه الأجهزة الاستخباراتية وجهاز الأمن الوطني بمضاعفة الجهد الاستخباري وتعزيز التنسيق الأمني بين الأجهزة العسكرية والأمنية كافة كما وجه القادم بإعادة تقييم قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة ديالا وتشكيل الليجان تفتيش لمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة منه فيما يتعلق بالخطط العسكرية واستكمال متطلباتها أعلن الجيش العراقي عن القاء القبض على ستة إرهابيين في مناطق متفرقة من البلاد وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول إن تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب نفذت سلسلة من العمليات الناجحة ضد بقايا تنظيم جاعش الإرهابية مشيرا إلى نجاح الجهاز في القبض على ثلاثة إرهابيين في ناينواء فضلا لقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظتي بغداد وكاركوكا قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جتاغش إن هجوم قوات الحوثي على منشآت مدنية في الإمارات غير مقبول ووصف جتاغش الهجوم بالخطأ الجسيم والتصعيد المؤسف مؤكدا أن أي قصف يستهدف المدنيين أو يهدد سلامتهم هو غير مقبول تصريحات جتاغش جاءت بعد بيان لمجلس الأمن الدولي أدن فيه بالإجماع وبأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي شنتها قوات الحوثي في اليمن على منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة نفى التحالف العربي ما تم تدوله من تقارير إعلامية بشأن استهدافه مركز احتجاز بمحافظة الصادة في اليمن وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركيا المالكي أن الدعاءات قوات الحوثي عن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة الصادة ووقوع ضخايا من المحتجزين بداخله غير صحيحة وأصف ما سوقت له قوات الحوثي بالتضليل الإعلامي أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاغش عن أمله في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة القائمة حاليا في أوكرانيا واستبعد جوتاغش حدوث أي تدخل عسكري روسي في أوكرانيا مؤكدا أن الدبلوماسية هي السبيل لحل المشكلات كما اشدد على ضرورة تجنب ما وصفه بالأسوأ هزى زلزال قواته 6.6 درجة جنوب غرب اليابان ما أسفر عن إصابة 13 شخصا وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه لم يصدر تحذير من حدوث موجات مدعتية السونامي بعد أن وقع الزلزال الذي كان مركزه على عمق 45 كم قبالة ساحل كيوشو وهي إحدى جزر اليابان الرئيسية الأربع الواقع بأقصى جنوب البلاد نهاية منجز التسانع والاستكمال الباقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل